السلام عليكم. انا اسمي كريمة قرم. فيديو النهاردة فيديو خطير. هيعجبكم جدا جدا. انا قعدت كده فكرت مع نفسي لازم اعملكم حاجة تكون بديل للعيش الفينو. الوصفة دي مش هتلاقوها في اي مكان تاني. وصفة سهلة جدا. كتير مننا وصفة العيش الفينو ما بتنجحش معاه من اول مرة. وما بيطلعش بمنتهى الامانة زي بتاع المخابز. النهاردة انا فكرت اعملكم حاجة كده سهلة وبسيطة. مكوناتها سهلة خالص. دقيقة ومية وملح وشوية خميرة. هتطلع معيكم بالشكل الجميل دوت. تتاكل كده يعني لوحدها من غير ما تحطوا جواها اي حاجة او تحشوها باي حشوة تانية. وصفة فعلا يعني خطيرة. تابعوني لنهاية الفيديو. اتمنى فيديو النهاردة ينلقي اعجابكم. وتنزلوا تعملولي اشتراك بالقناة عشان القناة تكبر بيكم. وليكم. انا كمين الوصفة دي هي حشيتها كزا حشوة كده عشان اموريكم شكلها شيء جدا وهي معمولة ساندويتش. تحطها بقى في اللانش بوكس. اه تاخدوها معكم الشغل. اه تقدموها كعاشة. لو عندك ضيوف وحابة تعملي حاجة سريعة فعلا هي وصفة سريعة. ما بتاخدش وقت خالص. شايفين شكلها حلو ازاي? طرية. تمام? وفي نفس الوقت عليها طبقة كريسبي كده من بره. هقول لكم الطبقة دي هي ايه? تمام? تابعوني عشان الفيديو مليان تكات ومليان اسرار. بالنسبة للمكونات بتاعتي اول حاجة عندي كوباية ونص من المية الدافية. تمام? وعندي ربع كوباية من الزيت. ربع كوباية تلات معالية. وعندي معلقتين من السكر. تمام? وعندي حوالي معلقة اللي ربع من الخميرة الفورية. انا باستخدم النوع دوت. هقلب المكونات السيلة مع بعض. كويس جدا. لحد ما الخميرة والسكر اللي اتنين يضبوا مع بعض. تمام? اهم حاجة في الوصفة ديت. تابعوا الخطوات بالزبط. بعد كده عندي حوالي دول اربع كوبايات من الدقيق. بنفس حجم الكوباية بتاعت المية. الديق بنزل بيه واحدة واحدة. تمام? ليه? عشان عايزة للدقيق بتاعي يتكون عرق. الطريقة ديت بتخلي يكون للدقيق عرق. تمام? بعد كده بيبقى عندي نص معلقة من الملح. بحطها. تمام كده? بالشكل دوت. وبعد كده بقى بكمل بالدقيق. واحدة واحدة. ما بنزلش بالاربع كوبايات مرة واحدة. لا. واحدة واحدة. تمام? بالشكل دوت. وافضل اقلب بالمعلقة. لا. واعجن كده. بالشكل دوت. الطريقة دي كمان بتسهل عليكي يعني بدل ما تحط كميتي دي وكلها بقى. وتفضلي تعجيني وتوجعي في ايدك. لا. بتعجيني بالمعلقة. انا حطيت اخر شوية من الدقيق. تمام? بالشكل ده وبقلب. حسيت ان العجينة بتاعتي لسه لينة. وده طبعا بيختلف على حسب نوع الدقيق اللي عندك. تمام? بتفضلي تحطي بقى. هزودت كمان كوباية واحدة واحدة وبعجن بالشكل دوت. تمام كده? لحد ما تكون عندي عجينة مش لينة. لا. هي مسكة في نفسها شوية. بكمل باقي الكوباية اللي عندي. بالشكل دوت. وافضل اعجن فيها. تمام? لحد ما تكون عندي العجينة بالملمس ده وبالشكل ده. انا ما خلصتش الكوباية الخمسة. يا دوبك خط نصه بس. تمام? انا عايزة العجينة بتاعتي ولا هي آآ لينة قوي ولا هي ناشفة قوي. لأ عجينة ملمسها وطاري حلو. بعد كده بحط شوية زيت على الوش بالشكل ده. شايفين? ليها عرق ازاي? لتفضلوا تعجنوا فيها المدة من عشر دقائية لاربع ساعة. بعد كده بتغطوها كويس جدا. وتحطوها في مكان دافي تخمر لمدة من ساعة لساعة ونص. تمام كده? وهتطلع معيك بالشكل الجميل ده. شايفين? خمرانة كويس جدا. تمام? اهم حاجة المكان يكون دافي. عشان يساعد ان الخميرة تشتغل في قلب العجينة. شايفين? بعد كده ببتدي بقى اخرج منها الهوى. تمام كده? ولم العجينة بتاعتي. تمام? شايفين لها عرق ازاي وحلوة? عشان آآ خدت آآ وقت آآ في العجن كويس جدا. بلمها وبعد كده بغطيها بستريتش او اي غطى. تمام? وابتدي بقى تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه في العجينة ديت. تمام كده? بجيب العجينة بقسمها كرات آآ متساوية. بالشكل ده. حجم الكرة تقريبا آآ سبعين جرون. تمام? ولا هي حجمها كبير قوي ولا هي حجمها صغير قوي. كرة حجمها آآ متوسط بالشكل دوت. تمام? بكورها كده على ايدي بحيس آآ ملمس السطح بتاعها يكون آآ ناعم. تمام? وبقفلها كويس جدا من تحت. بالشكل ده. بكمل آآ باقي الكمية اللي عندي. واقسمها كرات متساوية. بعد كده بقى باجي بالسطح اللي هفرد آآ بدهنوا شوية آآ زيت صغيرين. تمام? وابتدي بقى ااخد اول كرة وافردها على شكل دايرة. تمام? الدايرة لازم تكون آآ متساوية. يعني ما تبقاش دا دايرة كده آآ معوجة من ناحية دي. لأ نحاول نزبط الدايرة تكون دايرة مزبوطة. تمام? بالشكل دا. شايفين? العجينة آآ حلوة. وفي نفس الوقت اتفردت بمتها السهولة. وسمكه ولا هو دخين قوي ولا هو رفيع قوي. شايفين السمك دوت. تمام? تمام كده? بعد كده بقى بيبقى عندي آآ سمنة او زبدة. مش سايحة قوي لأ. هي آآ فكة بالشكل دوت. وابتدي ادهن نص الدايرة. وطبق النص التاني عليها بالشكل ده. شايفين? وبعد كده بيكون عندي بقى الصينية بتاعتي او آآ الصوج اللي هتساوه فيه. بدهنه بشوية زيت. تمام? وابتدي اروس. بديل العيش الفينو بالشكل دوت. خلاص كده انا سميته بديل العيش الفينو مش هسمي اي حاجة تانية. تعالوا بقى نعمل واحدة تاني. بجيب الكرة. بفردها دايرة بالشكل ده. تمام? شايفين? العجينة آآ طرية. وبتتفرد معي بمنتهى السهولة. وسمكها آآ حلو. بجيب بقى شوية من السمنة او الزبدة. وادهن نص الدايرة بس. نص صهر بس. وطبق النص التاني عليها. وابتدي احطها في قلب الصينية بتاعتي. تمام? بالشكل ده. اقرر آآ نفس آآ العملية مع واحدة تاني. عايز اقول لكم على حاجة نفترض آآ مش متوفر في البيت ولا زبدة ولا سمنة. عادي ممكن نستخدم اي زيت آآ نباتي. زيت دورة. تمام? عشان آآ بس زيت الدورة يدي آآ طعم آآ كويس فيها. انا اخترت الزبدة او السمنة بحيس آآ ليها نكهة كده وريحة حلوة. هي فعلا وهي طالعة من الفرن. الزبدة او السمنة بتبقى سايحة فيها بيبقى طعمها حلو جدا. انا خلصت الصينية الاولانية. هعمل واحدة تاني. عشان آآ اكمل آآ باقية الكمية وهنفردها في الصينية تانية. تمام? هدهن آآ زبدة او سمنة في نص الدايرة. وطبقها بالشكل ده ورصها في قلب الصينية. تمام? بعد ما خلصت الكمية كلها بيبقى عندي معلقتين من العصل الاصمر او دبس السكر. بحنزل عليهم بمعلقة من المية واقلبهم كويس جدا. انا بدهن الوش آآ عصل اصمر مخفف بالمية. ليه? بيبقى لونه آآ بيخلي لون المعجنات آآ دهبي. لونها حلو جدا. احسن بكتير من البيض والزفورة والكلام دوت. وكمان آآ بتوفر على نفسك شوية البيض دلوقتي غالي. فاستخدمي آآ عصل اصمر اللي موجودة عندك في البيض. بتدهن الوش بالشكل دوت. تمام? انا ما خلتها اشتخمر تاني خالص. هي مسافة ما تفرديها في قلب الصينية تدهن الوش بتاعها. وبعد كده بقى هقولك بحط ايه تاني على الوش وتدخلها الفرن تستوي على طول. يبقى هي بتخمر معيك الخمرة الاولى بس. تمام كده? بكمل آآ الصينية التانية. بهدهن الوش بتاعها بنفس الشكل. تمام كده? بعد كده بقى بيبقى عندي آآ جبنة. ليه تشيدر? لان اللي تشيدر لونها بيبقى اورنج فاتح كده. تمام? او جبنة رومي. تمام? النوعين دول هيدوها نكهة وشكل حلو جدا. الجبنة المزاريلا آآ يعني مش هتبقى لطيفة زي الجبنة اللي تشيدر او الرومي. مش عايزة تحطي جبنة خالص ما تحطيش خليها سيدة كده. بس لو متوفر في عندك هتديها شكل وطعم وريحة كده وهي خارجة من الفرن. يعني فعلا حرفين هتقلب لك البيت. بعد ما بخلص آآ بحط الجبنة على الوش بالشكل ده. بحطها جوه الفرن. بتستوي عند درجة حرارة متين لمدة عشر دقايق. او لما تلاقي الوش بتاعها بقى لونه آآ دهبي. بتطفي عليها. ممكن لو لقيت السطح اللي من تحت استوى قبل اللي من فوق. بطبعا بتطفي الفرن وتشغل الشواية بس. يعني زبطي التسوية بتاعتك على حسب امكانيات آآ الفرن او البتوجاز اللي عندك. تمام? اهم حاجة تستوي مصبوط. وتطلع بالشكل الجميل دوت. شايفين? هو ايه طلع? سخنة جدا مش قادرة مسكها. شايفين شكلها حلو ازاي? طرية طرية جدا. آآ طبقة الجبنة يعني مستوية كده وتحسوها كريزبي. يعني فعلا هتقلب لكم راحة البيت من جمال آآ راحتها. وكمان شكلها الجميل. يعني بصوا هي كده مش محتاجة بقى ان انتوا تحشوها اي حشوات تانية خالص. دي السنية التانية. بصوا من جوة. طبقة السمنة آآ فصلة لطبقتين عن بعض. تمام? بالشكل دوت. شايفين مستوية حلو ازاي من فوقه من تحت? تقدروا آآ تعملوا كمية آآ كبيرة منها في الاول. تعجنوها كويس جدا. وبعد كده تخمر. وبعد ما تخمر تروحوا مطلعين منها الهوى وتشلوها في التلاجة. تطلعوها تفردوها وتسووها. وتحتفزوا بيها بقى يعني براحتكم. يعني حاجة كده سهلة وبسيطة. تمام? وتطلعوا منها بقى كده وتعملوا ساندويتش آآ للاولاد في اللانش بوكس. او آآ كعشب الليل او كفطور وانت رايحة للشغل الصبح. تمام? اي حشوة ممكن تحشوها بيها سواء حلو او آآ او حادق. شايفين شكلها شيك ازاي وشكلها حلو ازاي? يعني فعلا آآ آآ انطف بكتير حتى من آآ ساندويتشات الشارع. طعمها احلى بكتير جدا من الفينو. يعني فعلا هتحسوا آآ حاجة كده سهلة وبسيطة ومش مكلفة وما اخدتش وقت منكم خالص. تمام? اتمنى آآ تجربوها. تمام كده? وتقولولي في التعليقات آآ رأيكم فيها ايه? وهي فعلا آآ بديل للعيش آآ الفينو. اللي مغلب ناس كتيرة ان هو ما بيطلعش آآ نجح معاهم. هكون مبسوطة جدا آآ لو عملتم اشتراك بالقناة. وكمان عملتولي لايك آآ للفيديو. واحب اعرف من اي دولة آآ بتشاهدوا فيديوهاتي. اتمنى كل وصفاتي الجاية تنالي. اعجبكم.